اشتركوا في القناة جللته بالدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز السلم الدولي وخلال المكالمة وجه فخامة الرئيس الأمريكي الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام التي ستقام في البيت الأبيض بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر الجاري وعلى ضوء هذه المكالمة الهاتفية صدر البيان الآتي قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو بإجراء مكالمة هاتفية اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية اتفقوا خلالها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين تعتبر هذه الخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين والاقتصادين تعبر الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية الازدهار من أجل السلام في المنامة بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو 2019 والتي كان هدفها دعم السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني وسوف تستمر جميع الأطراف في جهودها بهذا الاتجاه لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وعلى أكمل وجه كما وتؤكد إسرائيل على أنه وكما جاء في رؤية السلام سيتمكن جميع المسلمين يأتوا بسلام للصلاة في المسجد الأقصى وسوف تبقى جميع المواقع المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام جميع المصلين السلميين من مختلف الأديان وعبر كل من جلالة الملك المفدى ورئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديرهم للرئيس الأمريكي لالتزامه بتحقيق السلام في المنطقة ولتركيزه على التحديات المشتركة وللمبادرة الواقعية والفريدة التي اتخذها من أجل تقارب شعوبهم وأشادت الأطراف الثلاثة بالدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهدها الشيخ محمد بن زايد الانهيان بتاريخ الثالث عشر من أغسطس 2020 في إعلانها إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل من جانبها قبلت مملكة البحرين دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر الجاري في البيت الأبيض عيث سيقوم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الخارجية البحرينية عبداللطيف الزياني بتوقيع إعلان السلام من جانبه أعرب صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن أحر تعزيه ومواساته للرئيس الأمريكي بمناسبة ذكرى ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر ترجمة نانسي قنقر